يعني زي ما احنا شفنا حفلة فرقة المصريين والموسيقر الجميل هاني شنودة اللي روحه جميلة وحلوة زي ما شفنا في مهرجان العالمين الجديدة اللي بيحصل في العالمين والطفرة اللي احنا شايفانها هناك وتنمية البنية التحتية في الساحل الشمالي بشكل عام الموضوع ده ما خدش يوم ولا اتنين ده مجهود عظيم قطعته الدولة المصرية في سنين كتير عشان نوصل لللي احنا شايفينه دلوقتي في الساحل الشمالي اللي اصبح دلوقتي محل اهتمام السياح وموجود على خريطة السياحة المحلية وكمان الاقليمية بيكون دايما نقول اهتمامات السياح نهما يروحوا المناطق الجديدة في الساحل الشمالي اللي اصبحت لا يعني نقدر كده نقول نها بتقارن بمناطق متميزة جدا في اوروبا وعلى ساحل البحر المتوسط دور الدولة المصرية في تنمية الساحل الشمالي اهمية هذه المناطق في جلب السياح اليها دور مهم جدا اعتقدمي اعتقد ان حفلة بالنجاح ده ما كناش هنعرف نشوفها لو ما كانش فيه بنية تحتية اساسية موجودة وفيه عوامل جذب موجودة اعتقد ان يعني ضفنا اللي منورنا في الستوديو الاستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين في مصر حيتكلم معنا عن تفاصيل كتير حالك منورنا استاذ باسم اهلا وسهلا اهلا بحضرتك طيب لما نجي نتكلم ان الدولة لها دور عظيم في اللي بنشوفه طبعا في الفترة الاخيرة في الساحل الشمالي اهمية ده تأثيره الايجابي ومردوده على قطاع السياحة اللي دايما اول ما بيحصل اي حاجة هو اول قطاع بيتضرر هو الحقيقة طبعا احنا عارفين انه المصر كدولة بتتمتع بمقاومات سياحية كبيرة جدا ويمكن احنا اثرنا الحقيقة لفترة طويلة في استغلال كل هذه الامكانيات اللي ربنا اعطاها لبلدنا الطيبة الحقيقة طبعا احنا عارفين انه الساحل الشمالي كان يعني مخطط انه ما بيشتغلش غير الثلاث شهور او الاربع شهور الصيفية فقط وبالتالي احنا اهدرنا يعني فرص كتيرة جدا في استخدام واستغلال هذه المنطقة الساحرة في جنوب البحر المتوسط ايضا مصر ليها حصة المفروض كانت بتحرس انها تاخدها من السياحة في منطقة حوض البحر المتوسط يمكن معظم الدول اللي بيطلة سواء في جنوب اوروبا يعني بتاخد اللي نقول كان نصيب الاسد النهاردة مصر بدأت تستعيد دورها في الحصول على حصتها العادلة في البحر المتوسط بالتنمية لانه كانت دايما اعتمادنا على مدينة الاسكندرية على بورسعيد في البحر المتوسط النهاردة بدأنا بقى فيه العريش بقى فيه كمان العالمين الجديدة العالمين الجديدة تعتبر هي الاحدث والاحدث مدينة عصرية حديثة اولا في حوض البحر المتوسط وفي شمال افريقيا وبالتالي جهود اللي اتبذلت فيه انشاء هذه الابراج الرائعة اللي بنشوفها ومدينة بتؤهلها الدولة المصرية انها مدينة تشتغل طوال العام طبعا عشان يتحقق ده كان فيه مجهود كبير جدا بذلته الحياة الدولة وزي ما حضرتك قلت فيه بنية تحتية قوية جدا قامت في هذه المنطقة وايضا الاهتمام بالظهير العمراني لهذه المدينة الرائعة ما نقول ظهير عمراني يعني فيه اسكان بكافة مستوياته فيه ايضا مدارس فيه جامعات فيه مستشفيات فيه مناحي الحياة فيه الرياضة في كل حاجة اللي تؤهل الناس النهاية يعني هي مش مدينة سياحية وصيفية بس هي مدينة متكملة بتنتمي لجيل جديد كمان جيل رابع الذاكي من المدن بشكل كبير عايز اتكلم مع حضرتك عن تفاصيل اهمية البنية التحتية وشبكة المواصلات والطرق لانه عشان اعمل نقطة جذب على ساحل البحر المتوسط وتكون نقطة جذب اقليمية وعالمية تتحط على الخريطة السياحة لازم تبقى فيه كل الوسائل الوصول اليها متاح سواء للسائح الاجنبي او السائح الموجود في مصر اهمية شبكة الطرق ومادها وكمان الوسائل النقل والمواصلات من وإلى الساحل الشمالي وتحديدا العالمين الجديد احنا عارفين طبعا انه مصر شهدت طفرة كبيرة جدا في شبكة الطرق اللي عملتها ويمكن ده نقل المصر من مراكز متأخرة النهاردة بنتكلم مصر في المركز يمكن الثمانية وعشرين على مستوى العالم في تأمين الطرق الحديثة عملية تشق الطرق الجديدة ده اثر المسافات للوصول الي مدينة العالمين فاصبح هناك الوصول للبري متاح سواء بالعربيات الخاصة او حتى بالمواصلات العامة نضيف على ده المراين اللي موجودة عشان سياحة اليخوت وانها تقدر توصل للعالمين من خلال البحر المتوسط من خلال المراين اللي موجودة فيها الاهم بقى هو مطار العالمين الجديد لانه احنا عارفين انه مصر بيوصلها السياحة بنسبة 95% عن طريق الطيران وبالتالي اهتمت الدولة المصرية الحقيقة بانشاء مطار العالمين جديدة وبدأ يشتغل هذا المطار واعتقد انه بتشغيل مطار العالمين نقدر نقول ان احنا زي ما حققنا شبكة برية قوية جدا بتربط المدن المصرية والسياحية بعضها البعض النهاردة احنا كمان عندنا شبكة من المطارات بتوصل الطيران او الرحلات الانتقال باسرع ما يكون ما بين المدن بعضها البعض احنا كنا بنشوف رحلات الشارتر بتوصل شرم والغرداء ومرسعالم النهاردة بقى في يعني العالمين الجديدة في سفينكس مطار سفينكس الدولي بقى في لقص الأسوان في شبكة بتحرك وده اللي احنا بنعتمد عليه في السياحة لان احنا النهاردة مثلا بنشوف مجموعات سياحية بتيجي برحلات شارتر سواء لشارم او الغرداء وبتطلب انها عايزة توصل للعالمين الجديدة عشان تقضي يوم او ليلة او اكتر في هذه المنطقة فبالتالي عن طريق الطيران بنقدر لها البرنامج السياحي اللي يوصلها لهذه النقطة في اقل زمن وبسرعة شديدة نضيف على ده البنية السياحية اللي موجودة بزيادة عدد الغرف الفندوقية عشان نقدر نستوعب اعداد من السواح اللي يقيموا في هذه المنطقة ونضيف بقى ما تقوم به يمكن الحقيقة الشركة المتحدة عاملة شغل كبير جدا يعني عاملة عرص رائع وقدمت العالمين للعالم في نسخته التانية بشكل كبير جدا يعني فعاليات كتيرة جدا متنوعة بنتكلم على حوالي 300 فعالية ست مهرجانات تحت مهرجان العالمين الجديدة في المصرح وحفلات موسيقية شطرياضية وطرفهية سؤالي لحضرتك اهمية هذا المهرجان مهرجان العالمين الجديدة في تصويق العالمين سياحيا سواء انا بتكلم هنا للسائح جوى مصر او حتى على خريطة السياحة الاقليمية والدولية هو ما فيه شك طبعا ان مثل هذه المهرجانات بكثافتها الكبيرة وتنوعها الحقيقة اعطى زهوة رائع لتقديم مدينة العالمين الجديدة اللي بتقدمها مصر للسياحة هي اضافة للاجندة السياحية المصرية والحقيقة كل ما هو من فعاليات سواء ثقافية او فنية او رياضية هي بتثقل الملف السياحي في هذه المدينة وبتلقي مزيد من الضوء على ما يمكن ان يمارس من انشطة همة في هذه المدينة اللي اهتمت الحقيقة الدولة بتوفير كافة المقاومات لنجاح طبعا احنا بنشوف دلوقتي كخبراء في القطاع السياحي وبنتابع ردود الافعال سواء من منظم الرحلات سواء في اوروبا او حتى زميلنا بتوع الشركات السياحة في دول العربية خاصة دولة الخريج او في شمال افريقيا الحقيقة ردود الافعال كانت كلها ايجابية جدا واصبح هناك طلب على اعداد بعض التقارير السياحية حول هذه المدينة الجديدة وما يمكن ان يشاهدوا فيها او يعني يحضروا ويستمتعوا به يمكن منطقة دول اسكندنافيا ومنطقة دول البلطيك في شمال اوروبا كانت اكثر الدول سؤالا عن مدينة العالمين الجديدة وخاصة دول لتوانيا استونيا لادفيا فنلندا الدنمارك كل اللي هما في شمال اوروبا اللي عندهم تلج طول السنة ده كان حيبقى سؤالي والله يوسف ديس محرك له يعني جاوبته من قبل احنا بنستهدف انهي سائحي يعني احنا معروف يمكن البحر الاحمر عندنا بيستهدف نوع معين من السائحين الاجانب بالاضافة لسياحة العربية والسياحة المحلية السحر الشمالي احنا بنتارجة نفس السائح اللي بيروح البحر الاحمر ولا البحر الابيض المتوسط قد يقدر يستهدف نوع اخر ونقدر نكتذب سائح اخر مش بتعاوذي جنا هو فعلا سؤال مهم جدا لان احنا طبعا بنوزع الخريطة السياحية على مصر على يعني المزاج العام لكل جنسية بتختلف احنا عندنا منطقة شمال اوروبا دايما بتبقى فترة الشتاء تلجي جدا وصعب ان هما يقيموا فيها وبالتالي بينزلوا على شواطئ جنوب اوروبا سواء ايطاليا اليونان المنطقة دي النهاردة بوجود مصر وتقدمها ليه العالمين الجديدة اصبح هناك رغبة من هذه الجنسيات انها تقضي فترة الشتاء في مدينة العالمين في مصر وخصوصا انه اولا مصر قريبة جدا اربع ساعات بحد اقصى رحلة الطيران يقدر يوصل في مطار بيقدر يخش على الاسكيدول او الجداول اللي بتاع رحلة الطيران زي شرم زي الغرداء زي بقية المطارات نمرة اتنين السعر كمان اوفر وارخص بكتير من الفنادق اللي موجودة في جنوب اوروبا وبالتالي كمان الحياة نفسها والمصرفات او اللي يقدر ديه باقل تكلفة من اللي يقدر يصرفها في جنوب اوروبا فبالتالي اصبحت العالمين هي احد المدن المستهدفة لهذه الجنسيات وخصوصا فترة الشتاء واحنا في القطاع السياحي الحقيقي بدأنا نحقق الخريطة السياحية لهذه المدينة ووضعها على الاجندة السياحية بتاعتنا بحيث ان احنا نقدر يبقى فيه تشغيل طوال العام لهذه المدينة والساحل الشمالي وايضا محاولة عمل يعني فعاليات او بطولات رياضية ونستخدم الامكانيات اللي موجودة من ملاعب ومسارح كمان المدينة تراثية ومسارح مختلفة واقامة هذه المهرجانات خلي بالحضرتك يعني اولا بتجيب مشاهدين بيتابعوا واعلام بيغطي وناس بتبتدي تتفاعل في المدينة وليست فقط على المستوى اللي بنقول على مستوى السياحي فقط ولكن ايضا السوبر ماركت البسيط هيقدر يستطيع هي بتفتح ابواب زي ما بقولوا كده ابواب رزق والشغل لفئات اجتماعية مختلفة لكن انا عايز اسأل هنا على فئة قطاع السياحة والعاملين بقطاع السياحة وقطاع السياحة من القطاعات الحساسة جدا يعني اي مشكلة تحصل او اي تهديد امني او غيره او القطاع بيتضرر هو قطاع السياحة مدينة العالمين او السحل الشمالي الى اي مدى ده بيفتح فرص جديدة وعدة للشباب العاملين بقطاع السياحة في الفندقة في الخدمات في المطاعم يعني ازاي ممكن هذا المكان يزود او يعظم من فرص تشغيل ابناء او العاملين بقطاع السياحة هو الحقيقة احنا بركزين في مدينة العالمين حاليا يعني 30 الف غرفة فندقية بتستعد لاستقبال للسياحة ايضا هناك تشجيع من الدولة في زيادة الاستثمارات في الانشطة والمشروعات السياحية وده الحقيقة بيفتح فرصة كبيرة جدا للعمل للشباب ان هو ينتقل ويعيش في هذه المدينة وخصوصا ان فيه توفير مساكن موجودة من خلال الدولة اللي بتقدمها للشباب فيقدر ياخد ايه يعني اسرته ويبتدي الحياة يقيم فيه خدمات تعليمية وصحية ومدهارس كل حاجة بقيت موجودة في هذه المدينة حاجة فقط صحيلية صيفية بس بتكلم عنها مكتبع عمراني لدولة زيها زي اسكندرية شغالة طول السنة فنجيب حياة جديدة وكنا شفنا طبعا العالمين يعني الحقيقة الغام اللي كانت موجودة بهذا الكم وان الدولة نجحت بشيل هذه الألغام بدون مساعدة من اي حد وبجهود مصر الزياتية وتحولها الى هذه الايكونة الرائعة في البحر المتوسط ده انجاز كبير جدا للدولة المصرية واضافة غير عادية للسياحة وانا شايف شخصيا انه هناك مستقبل كبير جدا لمدينة العالمين ويمكن اذا كنا نجحنا في شرم او في الغرداء او اصبحت احد المدن الشهيرة في العالم النهاردة العالمين تزاحم المدن المصرية الاخرى على مستوى العالم في السياحة سيد بسم حلقة نقيب السياحيين في مصر بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا شكرا لحضرتك